ما معايير اختيار المحتوى الدراسي؟ هناك عدة معايير لاختيار محتوى المنهج المدرسي ينبغي أن تراعى من جانب مصممي المنهج الدراسية منها واحد أن يرتبط المحتوى بأهداف المنهج المدرسي فارتباط المحتوى بالأهداف المراد الوصول إليها يعد من أهم معايير اختيار المحتوى فنحن من خلال العملية التعليمية نحاول الوصول إلى تحقيق أهداف محددة والمحتوى الدراسي يعد من أهم الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف اثنين أن يراعى في هذا المحتوى ميول الطلاب وحاجاتهم تعتبر الدافعية من أهم شروط حدوث التعلم واختيار المحتوى في ضوء ميول الطلاب وحاجاتهم يؤدي إلى الدافع لديهم للإقبال على دراسة هذا المحتوى كما أنه يؤسر لهم عملية التعلم أما عدم مراعاة ميول الطلاب وحاجاتهم في اختيار المحتوى فإنه يؤدي إلى الإحباط لديهم أيضا من معايير اختيار المحتوى أن يرتبط المحتوى بواقع الطلاب ويعني هذا أن تكون المعارف والمعلومات المختارة تتماشى مع واقع حياة المتعلمين وتساعدهم على فهم الظواهر التي تحدث حولهم والمشكلات التي يمكن أن تنجم عن هذه الظواهر وكيفية مواجهتها أيضا من معايير اختيار المحتوى أن يكون المحتوى صادقا وذا دلالة ويعني هذا أن يكون ما يشتمل عليه المحتوى من معارف صحيحا من الناحية العلمية وأن تكون هذه المعارف أساسية للمادة الدراسية أيضا من معايير اختيار المحتوى أن يكون المحتوى مهما للمتعلم ويقصد بهذا المعيار أن محتوى المنهج مهما في اكتساب المتعلم المهارات والمفاهيم الأساسية في المجال الذي يتعلمه وأيضا في تنمية الاتجاهات والقيم المرغوب فيها فأهمية أي محتوى دراسي إنما تقاس بمقدار ما يسهم هذا المحتوى في تحقيق أهداف مفيدة للمتعلم أيضا من معايير الاختيار للمحتوى أن يكون مناسبا للزمن والظروف الأخرى ويقصد بهذا أن حجم المحتوى المقدم في المنهج المدرسي يكون مناسبا للزمن التدريسي سواء في الفصل الدراسي أو العام الدراسي أيضا من معايير اختيار المحتوى أن يكون هناك توازن بين شمول المحتوى وعمقه شمول المحتوى يعني أن يغطي مجالات واسعة تكفي لإعطاء فكرة واضحة عن المادة ونظمها أما العمق فيشير إلى تناول المحتوى لأساسيات المادة كالحق يقل المبادئ والمفاهيم ترجمة نانسي قنقر